ولكن ليس بشكل حصري من كتاب ومؤلفين مسيحيين فلذا فإن الصراع أعيد صياغته بشكل آخر ثم لدينا الأمر المهم أيضا أن سلسلة التناقل هذه ذات الجذور المتعمقة كانت تتم بشكل تلقائي في المدن الهيلانستية في الشرق الأدنى ثم قام الكتاب والمفكرون والمؤلفون في تباحث في دور الترجمة في نقل العلوم إلى العربية والسؤال هو من هم المترجمون فلدينا بعض المترجمون الذين كانوا سوريانيين من حران وكذلك بعض اليونانيون الذين كانوا يعتمدون على لغتهم الدينية والروحية ولكن الأغلبية الكبرى كانت من سوريا وكانوا يتحدثون اللغات الدينية ثم لدينا الترجمات الخاصة بالإسلام كذلك واستخدام العربية كلغة للعلوم ثم كان السوريان نفسهم الذين كانوا ينتمون إلى الفترة المسيحية ثم لدينا بعض الأرثودوكس كيحيى بن بطريق وبطريق وكستة بن لوقة وعبد المسيح بن عيمة الحمصي ويحيى بن عدي ولدينا بعد ذلك بعض النسطوريين وأفضلهم على وجه الإطلاق هو حنين بن إسحاق ومتى بن يونس وهذا كما ترون تصادف غريب في التاريخ فلدينا مجموعة من الكتاب في التاريخ وفي الأدب الذين درسوا في مدارس مختلفة في الإسكندرية وهم متحمسون بشكل كبير للفترة العباسية ثم لدينا ترجمتهم لتلك الأعمال وكذلك لدينا المترجمون الذين كانوا مترجمون بين ثلاثة لغات السوريانية واليونانية والعربية ومن الرائع حقا أن نتمكن من تتبع هذه الترجمات المتلاحقة والمتتابعة ويمكن أن نقول أن في القرنين الثامن والعاشر تماما وأود كثيرا أن أخوض في هذه الأسئلة الخاصة بالأساليب التقنية التي استخدمت في تلك الفترة لتحسين عملية الترجمة ولكن عقيدتي التعليمية تقول لي أنني في هذه المرحلة من المحاضرة أضغط كثيرا على صبركم ولكنني أقول أن الترجمة من اليونانية إلى العربية واجهت بعض التحديات ومنها ملاحظات فقد كانت هناك مشكلتين الأولى للمصطلحات العلمية والثانية كانت متعلقة بالنحو والصياغة فكان هناك بعض المناهج التي استخدمت لمعالجة تلك المشكلات وبعض هذه الأعمال مازالت موجودة في العربية كموسيقي وموسيقى وهي مستقام من اللغة اليونانية وكلمة جغرافيا ولا أعرف إن كنتم ما زلتم تستخدمون هذه الكلمة مالانخوليا هل ما زالت مستخدمة التي تعني ميلانكوليك أو الكآبة المر السوداء وربما يكون هذا أحد المناهج وما يمكن أن نسميه وهي ترجمة يمكن أن تسمى ترجمة وحيدة وسوف تعرفون ما أعنيه بعد لحظات وتتابع البحث عن كلمة بعينها فلدينا كلمة على سبيل المثال لبتوماريس التي تعني البحث الحثيث عن الأجزاء المختلفة من الجسم التي يمكن أن نقول أن ترجمتها إلى العربية فكانت هذه الترجمة إلى العربية تسمى لطيف الأجزاء جزء وأجزاء وقد لحظت هنا أن هناك كلمة يمكن أن تترجم إلى ما يمكن أن يعرف بيه الربة وهو أحد الأعشاب التي كانت تستخدم في العلاجات وترجمت بشكل راقي في العربية ما يسمى جار النهر وهي طريقة أنيقة كذلك في فتح مجالات أخرى أمام المصطلحات المختلفة عن طريق إعطاء المصطلحات العربية المختلفة وظائف جديدة فلدينا علم القياس الخاص بالقياس الذي أدخل على الفقه لأسباب مختلفة ولدينا في المنطق وكذلك لدينا مجال علم التراكيب ولكنني سوف أتغاضى عن هذه الجزئية وسوف أتحدث عن حنين بن إسحاق قليلا وقد أنجز هو وزملائه وهو زملائه الكثير من الأعمال في التراث العربي وقد تمكنوا من تأسيس موسوعة كبيرة في العربية الفصحة من المصطلحات الخاصة بالمعارف اليونانية ويمكن أن أشير هنا إلى أربع عوامل رئيسية الأولى هو الجانب الفلسفي والمعرفي الذي قاموا بإنتاجه بأنفسهم والذي أضاف بشكل كبير إلى المعارف العامة والمعارف الإسلامية واثنان العوامل المختلفة التي كانت تهدف بشكل عام إلى تقديم المعرفة بشكل موسع ولدينا كذلك الافتراضات الهيلنستية التي قام على سبيل المثال الغزالي باستخدام بعض التي كان يعتمد عليها الغزالي في علم المنطق وثالثا لدينا الموسعات الإسلامية التي أنتجها الفرابي وابن حزم على سبيل المثال ولدينا كذلك رابعا اللغة العربية وعلومها المختلفة التي شكلت بشكل كبير تحديا لغويا كبيرا أمام القواعد اليونانية وخامسا وأخيرا هو العامل الخاص بالمفاهيم الهيلنستية كالعلوم الأخلاق والعلوم الدينية المختلفة وفي آخر الورقة معكم يمكن أن تروا عمل يسمى تحديث الأخلاق وهو تهديب الأخلاق الذي للعالم الكبير المؤرخ والفلسفي ميساوي مات في فترة لاحقة من القرن الخامس ثم لدينا أعمال الفضائل الذي كان يتناول العالم المحسوس وهو في الجزئية التي صورتها لكم هنا وكذلك هناك ملاحظة أن الوسطية وهي كلمة شيقة يمكن أن تطرح في فلا أنتمي إلى هذا الجانب كثيرا ولا إلى ذاك الاعتدال كما نسميه الاعتدال بقدر معتدل وغير مفرط ميساوي ويستكمل ميساوي في قائلا أنه هناك ملاحظات كثيرة يمكن أن تأخذ على البشر فيعتقد أن ليس لكل إنسان فرص من البداية فلهم طبائع مختلفة ونقاط بداية مختلفة ثم يبدأون في اكتساب تلك الأبور وأخيرا فلدينا هذه المعلومة المميزة التي يمكن أن نسميها الفرصة وهناك في هذه العلوم يمكن أن نصل إلى أمور متقدمة للغاية في هذه العلوم بالإشارة إلى أفكار أرسطو وما قال ما قاله الغزالي فيما بعد والأعمال الصوفية المختلفة وقبل أن أختم هذه المحاضرة أود أن أركز على نقطتين مهمتين أنه ينبغي علينا أن نبقي في أذهاننا الإسهام الكبير الذي قام به العرب في نقل المعارف إلى الإسلام والإسلام الذي يبقى مصدرا لتلك العلوم التي قام الفرابي وابن حزم والكتاب بشكل عام في نقلها إلى العلوم الإسلامية كاللغة العربية والفقه الكلام والحديث والتفسير القرآن الذي تعايش مع علوم مع العلوم القديمة التي كنت أتحدث عنها منذ قليل لأسباب كثيرة ولكن ينبغي أن ندرك أن هناك دراسات مختلفة في العلوم الإسلامية التي أنجزت في بغداد بالكامل وبينما كانت تلك ترجمتها ترجمتها وهذا ما يدفعنا إلى دراسة العلوم الإسلامية بغية تحسين وتطوير المنتج النهائي الذي نحصل عليه وفي بعض المقالات التي تتحدث عن الإسلام أقتبس أن العلوم اللغة فقه اللغة الإسلامية ودراسات القرآن يمكن أن بسمة خاصة يتميز بها القرآن وهي خاصية الإعجاز إعجاز القرآن وهذا ما نعني به فقه اللغة ولدينا أيضا العلاقة بين المعنى والإشارة الخاصة بالمصطلح وقد أفادت الأبحاث الأولى في هذا المجال إلى وجود عملية تكاملية بين القرآن والحديث بنقل الأفكار المعرفية والبحثية المختلفة إلى الواقع وهذا ما يقوم به طلاب علم اللغة والعلماء ويشقون به طريقهم إلى فهم الإسلام ودون هذا الإنجاز الكبير وهذا الفهم للفقه الذي طوره العلماء المسلمون فإن الاستقبال الرائع لهذه العلوم لما كان أبدا ليحدث بهذا الشكل وبالحديث عن التعليم فإن المعلم والطالب والمتلقي المرسل والمتلقي فإنهم يعملون في الثقافة الغربية حيث يجلس المدرس في موقع مرتفع عن طلابه ولكن في العرب يجلس العالم مع تلامذته ويتحدث إليهم هناك الدور العربي الذي كرس لتلك الأمور وقدم بعد ذلك إلى فترة العصور الوسطى في الغرب وأوروبا وهذه الأعمال الرائعة التي قام بالمسلمون والمسيحيون واليهود من العرب وقاموا باتخاذ مواقف مختلفة وقام على سبيل المثال لدينا الكندي الذي كتب أنه كان يقوم بتولي أعمال ترجمة متنوعة ويستخدمها في صالح حل بعض المشاكل التي كانت تواجهه وهي أمور يمكن أن تكون في الميتافيزيقة أو أمور عملية ثم لدينا أبو بكر الرازي الذين قاموا بأعمال كبيرة ولهم إسهامات عظيمة في هذا المجال الطبي الرائع ومن الأمور الشيقة كذلك ولكنها ليست معروفة بشكل كبير هي التعديلات الكبيرة التي دفنت مع معارف المختلفة في عملية الانتقال في أموات ومن الجيد والمهم جدا أن ندرس هذه النصوص والأمر التالي هو حتى أكثر أهمية فإن الأبحاث التي أنجزت بعيدا عن هذه الورقة الأخيرة بالمناسبة بعيدا عن الأدب وهي من المورسات القديمة فإن الرياضيات وعلم البصريات وعلم الفلك كما يخبرنا العلماء كالعالم الكاشي وابن يونس وابن الهيثم حيث طلعوا في أبحاثهم ووصلوا إلى أفاق أخرى بعيدة في الفلسفة والطب ولهم إسهامات واكتشافات رائعة يمكن أن نقول أنها نقلت البشرية نقلة كبيرة حيث استطاع العرب أن يحافظوا على الحضارة الإسلامية وينطلق بها إلى أفاق أكثر رحابة ثم لدينا بغداد والأندلس من ناحية وإيران من ناحية أخرى وإيران والهند من ناحية أخرى ولكن لا تنسوا فالأمر كله بدأ في الإسكندرية شكرا لكم شكرا دكتور بيتسر فيلد على هذه المحاضرة الرائعة وعلى مشاركتنا هذه المعلومات المهمة